بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فموضوعنا اليوم هو التوحيد ودوره في زمن الابتلاءات كجزء من سلسلة من المحاضرات عن العقيدة وأثرها في الجوائح والأزمات ونحو ذلك والتوحيد هو إفراد الله تعالى بالعبادة وإفراد الله تعالى بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات ولهذا فإن التوحيد المقصود هو توحيد الله تبارك وتعالى وتوحيد الله ينقسم إلى أقسام ثلاثة توحيد الربوبية وهو إفراد الله تعالى بأفعاله هو من الخلق والرزق والتدبير والملك وغير ذلك كما جاء في قوله تعالى ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين وقوله جل وعلا ولله ملك السماوات والأرض وقوله تبارك وتعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون والنوع الثاني هو توحيد الله تعالى بأفعال العباد وهو توحيد الألوهية وهو إفراد الله جل وعلا بما تتعبد له أنت أيها العبد بأن تكون عباداتك كلها لله لا يشترك مع الله تعالى فيما تقصد من العبادة لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا غير ذلك مما هو دونه فهو باعتبار إضافته إلى الله يسمى بتوحيد الألوهية وباعتبار إضافته إلى العبد أو الخلق يسمى توحيد العبادة ومن أدلة ذلك ما جاء في قوله تعالى يا أيها الناس عبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون وقوله جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وقوله تبارك وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وهذا القسم هو الذي عليه الصراع الشديد في الأزمنة وهو الذي من أجله بعث الله تعالى الرسل ليقوموا بهداية الناس ودلالتهم إلى إفراد الله تعالى بالعبادة وقد قال الله تعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون فهذا التوحيد وهو توحيد الألوهية هو الذي حصلت فيه المشكلات ولا تزال إلى يومنا هذا بين من يتبع الرسل ومن يخالفهم فالذين يتبعون الرسل هم الذين يوحدون الله جل وعلا بأفعالهم التي يقصدون بها وجه الله جل جلاله ومن قصد غير الله تعالى بأعماله فإنه يكون مشركا والنوع الثالث هو توحيد الأسماء والصفات وهو إفراد الله تعالى بكمال الأسماء والصفات فالله تعالى له الأسماء الحسنى وله الصفات العلاء فيثبت الإنسان المؤمن ما أثبته الله تعالى لنفسه من الأسماء والصفات في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من دون عبث فيها من تحريف أو تعطيل أو تكيف أو تمثيل وإنما يثبتها كما جاءت وكما ذكرها الله تعالى وقد قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن لله تسعة وتسعين اسماً مئة إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة رواه البخاري والتوحيد هو مقصد الإنسان ومن أجله خلق الإنسان وقد قال الله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فالله تعالى خلقنا خلق البشرية كلها وخلق المكلفين وعمارة هذا الكون كله من أجل أن يعبد الله جل وعلا يقول الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله من فوائد التوحيد أنه أكبر دعامة للرغبة في الطاعة لأن الموحد يعمل لله سبحانه وتعالى وعليه فهو يعمل سراً وعلانية وأما غير الموحد كالمراء مثلاً فإنه يتصدق ويصلي ويذكر الله إذا كان عنده من يراه فقط ولهذا قال بعض السلف إني لأود أن أتقرب إلى الله بطاعة لا يعلمها إلا هو ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من صفات المنافقين وأخبر أن أثقل الصلوات عليهم صلاة العشاء وصلاة الفجر لأنهم يصلون لأجل أن يراهم الناس وأما المؤمن فإنه يصلي لأجل أن يطيع الله جل وعلا والله تبارك وتعالى أخبر عن المنافقين الذين قالوا إنهم يشهدون أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فالله كذبهم وقال إنهم لم يشهدوا وإن قالوا هذه الكلمة فهم يكذبون كما جاء ذلك في بداية سورة المنافقون إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون فمحمد صلى الله عليه وسلم هو رسول الله والله تعالى يعلم هذا لكن مقولة المنافقين إنهم يشهدون لمحمد صلى الله عليه وسلم برسالة هي مقولة كذبوا فيها لم يصدقوا لأنهم لا يقولون ما في قلوبهم وإنما تلفظوا بألسنتهم وقلوبهم تخالف ذلك حيث لم يحققوا الشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالنبوة ورسالة ثم إن الذين يوحدون الله تعالى لهم الأمن وهم مهتدون وقد قال الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وأهل التوحيد تغفر ذنوبهم وتكفر سيئاتهم كما قال جل وعلا في الحديث القدسي يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقتني لا تشرك بي شيئا لا أتيتك بقرابها مغفرة رواه الترمذي فالإنسان الموحد مهما عمل إذا لم يصاحب عمله شيء من الشرك فإن ذنوبه محل مشيئة الله إن شاء غفرها وإن شاء حاسب عليها وأما المشرك فإن الله لا يغفر أي مشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن صفاتي أو من فوائد التوحيد هو دخول الجنة بلا حساب كما جاء في الحديث الطويل عن ابن عباس وفيه فرأيت سوادا كثيرا سد الأفق فقيل لي أنظر هكذا وهكذا فرأيت سوادا كثيرا سد الأفق فقيل هؤلاء أمتك ومع هؤلاء سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب فتفرق الناس ولم يبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم فتذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال أما نحن فولدنا في الشرك ولكن آمنا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولكن هؤلاء هم أبناؤنا فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال هم الذين لا يتطيرون ولا يسترخون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون فقال عكاشة ابن محصن أمنهم أنا يا رسول الله قال نعم فقام آخر فقال أمنهم أنا فقال عليه الصلاة والسلام سبقك بها عكاشة وهو البخاري ومن فوائد التوحيد استحقاق شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة فقال عليه الصلاة والسلام لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه رواه البخاري ومن الفوائد التي يستفيدها الإنسان الموحد وهو الذي يمر بالمكاره والأزمات والصعاب هو أن التوحيد يخفف عن العبد المكاره ويهون عليه الآلام فبحسب كمال التوحيد في قلب العبد يتلقى المكاره والآلام بقلب منشرح ونفس مطمئنة وتسليم ورضا بأقدار الله المؤلمة وهو من أعظم أسباب انشراح الصدر ذلكم أن الابتلاءات وهي اختبارات وامتحنات وهي تكون في الخير وتكون في الشر كما قال جل وعلا ونبلوكم بالشر والخير فتنة ومما ينبغي على العبد استحضاره أن ما يصيبه من شدائد وابتلاءات ليست شرا محظا بل هي خير له إن صبر وأحسن ظنه بالله كما جاء في قوله تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون والنبي عليه الصلاة والسلام يقول عجبا لعمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكرا فكان خيرا له وإن أصابته ذراء صبر فكان خيرا له رواه مسلم فالمؤمن أمره كله له خير وقد قال عليه الصلاة والسلام إن عظم الجزاء مع عظم البلاء وإن الله إذا أحبقه من ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط رواه الترمذي ابن القيم رحمه الله له كلام جميل في هذا يقول فلولا أنه سبحانه يداوي عباده بأدوية المحنين والابتلاء لا طغوا وبغوا وعتوا والله سبحانه إذا أراد بعبد خيرا سقاه دواء من الابتلاء والامتحان على قدر حاله يستفرغ به من الأدواء المهلكة حتى إذا هدبه ونقاه وصفاه أهله لأشرف مراتب الدنيا وهي عبوديته وعرفع ثواب الآخرة وهو رؤيته وقربه وللمحن والابتلاءات حكم منها تكفر الخطايا والسيئات قال النبي عليه الصلاة والسلام ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الهم يهمه إلا كفر الله به من سيئاته رواه مسلم ثم إن فيه تمييز وتمحيص للمؤمن عن المنافق كما جاء في قول الله تبارك وتعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين فما يصيب الناس من هذه الفتن والبلايا عند أهل الإيمان إذا أنهم أخذوها بنفس راضية ويعلمون أنها من عند الله وأنهم إذا صبروا فإنها ترتفع درجاتهم عند الله وتكثر حسناتهم فإنهم لا يصابون بالذعر والخوف والهلع فرفع الدرجات وزيادة الحسنات تحصل مع هذه المصائب لمن يقابلها بنفس راضية وقد قال عليه الصلاة والسلام ما يصيب المؤمن من شوكة فما فوقها إلا رفعه الله بها درجة أو حط عنه بها خطيئة فواه مسلم ثم إنها تهذب النفس وتخرج العجب منها النفس المتكبرة والمتغطرسة إذا أنها أصيبت مثل هذه المصائب فإنها يخرج منها الغرور والكبرياء وهناك مثال حصل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في معركة حنين كان عدد المسلمين كثير فأعجب بعض الناس بهذا العدد وقالوا لن نغلب اليوم من قلة لكن كانت النتيجة خلاف ذلك يقول الله تعالى لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين فهؤلاء الذين أعجبوا بأنفسهم أراد الله تعالى أن يريهم ضعفهم وأنه لا حول لهم ولا قوة لهم إلا بالله تعالى ونصره وتأييده وتوفيقه فيجب على الإنسان أن يكون مرتبطا بربه جل وعلا في كل أحواله ثم إن التوحيد هو تذكر للعباد بذنوبهم ليتوبوا من ما صدر منهم وعالق بهم من تقصير أو إهمال أو جرأة على شيء من المحرمات في هذا يقول الله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعضا الذي عملوا لعلهم يرجعون فالله تبارك وتعالى ينبه العباد على أنهم يسيرون في طريق خطأ حتى أنهم يتراجعوا عن هذا الخطأ ويستقيموا على الطريق الصحيح الذي يوصل إلى الأمان والسلامة والعافية ثم إن مثل هذه المصائب والابتلاءات تعرف الإنسان بحقيقة الدنيا وأن الدنيا هي متاع الغرور وأنها ليست محل قرار واستقرار ودوام وقد قال الله تعالى اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمذل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور فلا يغتر الإنسان بدنياه ويعجب بها إلا أنها ليست دائمة له وإنما عليه أن يستعملها وسيلة لبلوغ المنازل العالية والدرجات العلا من الآخرة فالتوحيد دوره عظيم في مواجهة العبد لما يمر به من الابتلاءات والشدائد والمحن وبفقد التوحيد يسقط الإنسان في متهات من الغي والخسران والضلال ويخسر ما كان يرجوه من عمن وسكينة ونصر ولذا كانت وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعادر رضي الله عنه وهو راحل إلى أهل اليمن مبلغا دين الإسلام قال له عليه الصلاة والسلام إنك تأتي قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن رسول الله فإنهم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة الحديث فالنبي عليه الصلاة والسلام نبهه إلى أن يبدأ بالتوحيد أن يبدأ بتعليم لا إله إلا الله وأنه لا معبد بحق إلا إله واحد هو الله تبارك وتعالى وأن غيره لا يصلح العبادة وأن كل عمل من دون هذا التوحيد فإنه لا يعتد به فالصلاة والزكاة والصيام كلها لا تنفع إذا فقد الإنسان توحيده لربه جل وعلا فالتوحيد الخالص هو سبب في العمن والثبات والطمأنينة وقد قال الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون ابن كثير رحمه الله يقول في تفسير هذه الآية أي هؤلاء الذين أخلصوا العبادة لله وحده لا شرك له ولم يشركوا به شيئا هم الآمنون يوم القيامة وهم المهتدون في الدنيا وفي الآخرة فبسبب التوحيد استحقوا الأمن والهداية في الدنيا والآخرة ولا تكمل طمأنينة الإنسان إلا بإتيانه بعدة أمور منها الإيمان بالقضاء والقدر وهو التصديق الجازم بأن كل خير وشر فهو بقضاء الله وقدره وأن الله تعالى هو الفعال لما يريد وأنه لا يكون شيء إلا بإرادة الله ولا يخرج شيء عن مشيئة الله والإيمان بالقدر من أصول الإيمان التي لا يتم إيمان العبد إلا بها في صحيح مسلم من حديث عمر الخطاب رضي الله عنه في سؤال جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن بالقدر خيره وشره والنصوص المخبرة عن قدر الله تعالى والعمرة بالإيمان بالقدر كثيرة من ذلك قوله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر ومنها قوله تعالى وكان أمر الله قدرا مقدورا وقوله جل وعلا ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا وقوله جل ذكره الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخالق كل شيء فقدره تقديرا والإيمان بالقدر يبعث في القلوب الشجاعة على مواجهة الشدائد ويقوي فيها العزائم ولذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حريصا على تعليم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم عقيدة القدر لأنها العدة التي تجعل المؤمن شجاعا لا يخاف إلا الله وهي التي تجعله يلاقي المصائب والصعاب راضيا مطمئنا فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعك بشيء لم ينفعك إلا بشيء قد كتبه الله لك جفت الأقلام وطوية الصحف فالإيمان بالقدر يجعل الإنسان يمضي في حياته على منهج سواء لا تبطوره النعمة ولا تيأسه المصيبة وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وليس ذلك إلا للمؤمن فإذا أصاب العبد الضراء والبلاء علم أن هذا بتقدير الله جل وعلا فلا يجزع ولا ييأس بل يحتسب ويصبر فيكسبوا الإيمان في قلب العبد المؤمن والرضى والطمأنينة وقد قال جل وعلا ما أصاب من مصيبة في العرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور ويقول جل وعلا ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم يقول ابن كثير رحمه الله في التفسير لآية التغاب أي ومن أصابته مصيبة فعلم أنها بقضاء الله وقدره فصبر واحتسب واستسلم لقضاء الله هدى الله قلبه وعوضه عما فاته من الدنيا هدى في قلبه ويقينا صادقا وقد يخلف عليه ما كان أخذ منه أو خيرا منه يقول الشيخ بن سعدي رحمه الله في التفسير علم من هذا أن من لم يؤمن بالله عند ورود المصائب بأن لم يلحظ قضاء الله وقدره بل وقف مع مجرد الأسباب أنه يخذل ويكله الله إلى نفسه وإذا وكل العبد إلى نفسه فالنفس ليس عندها إلا الجزع والهلع الذي هو عقوبة عاجلة على العبد قبل عقوبة الآخرة على ما فرط في واجب الصبر ويجب على الإنسان أن يحسن الظن بالله تبارك وتعالى وقد بيّن الله تبارك وتعالى هذا الأمر فقال جل وعلا في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي إن ظن بي خيرا فله وإن ظن شرا فله رواه أحمد يقول ابن القيم في مدارج الساركين كلما كان العبد حسن الظن بالله حسن الرجاء إله صادق التوكل عليه فإن الله لا يخيب أمله فيه ألبتة فإنه سبحانه لا يخيب أمل آمل ولا يضيع عمل عامل وعبر عن الثقة وحسن الظن بالسعة فإنه لا أشرح للصدر ولا أوسع له بعد الإيمان من ثقته بالله ورجائه له وحسن ظنه به وقد أمر النبينا صلى الله عليه وسلم الأمة بإحسان الظن بالله فعن جابر رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بثلاثة أيام يقول لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل رواه مسلم ومن خطر سوء الظن بالله استعقاق العذاب في الدنيا والآخرة قال تعالى ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظنين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا فالذين يسيؤون الظن بالله تعالى هذا من صفات أهل النفاق ومن صفات أهل الكفر والشرك يقول ابن القيم رحمه الله فعلى قدر حسن ظنك بربك ورجائك له يكون توكلك عليه ولذلك فسر بعضهم التوكل بحسن الظن بالله والتحقيق أن حسن الظن به يدعوه إلى التوكل عليه إذ لا يتصور التوكل على من ساء ظنه به ولا التوكل على من لا يرجوه فالإنسان عليه أن يحسن الظن بالله تعالى وحينئذ يتصور أنه متوكل عليه وأنه صادق في رجائه والتوكل مفهومه كما قال ذلك ابن رجب هو صدق اعتماد القلب على الله في استجلاب المصالح ودفع المفاسد من أمور الدنيا والآخرة كلها وكلة الأمور كلها إليه وتحقيق الإيمان بأنه لا يعطي ولا يمنع ولا ينفع ولا يضر سوى الله جل وعلا فالتوكل شرط من شروط صحة العقيدة ولهذا اشترطه القرآن لقبول إسلام من أسلم وإيمان من آمن فقال تعالى وعلى الله فليتوكل المؤمنون وقال جل وعلا إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين ثم إن الناس في التوكل أقسام قسم التفت إلى الأسباب التفاتا كليا واعتمد على الأسباب بقلبه وجوارحه من غير نظر إلى مسببها وهو الله تبارك وتعالى وهذا الذي عناه العلماء رحمهم الله بأنه شرك في التوكل عندما يتكلمون عن هذه المسألة وقسم أهملوا الأخذ بالأسباب بالكلية فأعرضوا عنها وقالوا إن الله هو الذي يملك النفع والضر وبيده مقاليد الأمور فلا حاجة الاتفاة للأسباب وإنما نكتفي بالتوكل على الله تبارك وتعالى وهؤلاء مخطئون ومقصرون فيما أمرهم الله تعالى به والقسم الثالث توكلوا على الله وعملوا بالأسباب المشروعة وهؤلاء قاموا بالمشروع وتوكلوا على الله حق التوكل وهذا هو منهج السليم وهو منهج أهل السنة والجماعة وهو المنهج السوي فتأخذ بالأسباب وعنت تعتقد أن الله تعالى هو الذي يرتب عليها نتائجها فالله تعالى هو الذي خلق الأسباب والمسببات فتعمل بالسبب وأنت تعتقد أن الله تعالى هو الذي يدبر الأمور ويحقق النتائج يقول ابن الرجب رحمه الله اعلم أن تحقيق التوكل لا ينافي السعي في الأسباب التي قدر الله تعالى المقدورات بها وجرت سنته في خلقه بذلك فإن الله تعالى أمر بتعاطي الأسباب مع أمره بالتوكل فالسعي في الأسباب بالجوارح طاعة له والتوكل بالقلب عليه إيمان به ومما يدل على حث الشريعة على الأخذ والعمل بالأسباب قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فهذا أمر بأخذ بالأسباب وقوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير وهذا أمر بالأخذ بالأسباب وقوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله وهذا كله أخذ بالأسباب لكن لا يكفي هذا بل لابد من التوكل على الله جل وعلا وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رجل يا رسول الله أعقلها وأتوكل أو أطلقها وأتوكل يعني بذلك ناقته عندما يريد أن يبيت ليلته فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اعقلها وتوكل اعقلها يعني خذ بالأسباب واربط يدها حتى أنها لا تضيعوا في الليل وتوكل على الله فإن هذا العقال ليس هو الذي يحفظها وإنما الذي يحفظها هو الله جل وعلا وورد أيضا عند ابن حبان في صحيح عن عمر بن أمية ضمري عن أبيه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرسلوا ناقتي وأتوكل فقال عليه الصلاة والسلام اعقلها وتوكل وهذا كله تنبيه وتعليم من رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة على أن تأخذ بالأسباب المشروعة وتعتمد على الله في تحقيق النتائج لا على الأسباب ومن كمال إيمان العبد إيمانه بقدرة الله تبارك وتعالى وتقديره للأمور وأن هذه الأسباب لا تنفع ولا تضر بذاتها وإنما يحدث ذلك بقدرة الله تعالى وإرادته وحده قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وقد جاء الإسلام ناهيا عن اعتقادات أهل الجاهلية من أن الأسباب تنفع وتضر بذاتها قال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر وفر من المجدوم كما تفر من الأسد رواه البخاري ومعنى هذا الحديث النهي عن الاعتقاد بأن انتقال بعض الأمراض وما يتشاعم ويتطير منه الناس يضر بذاته لأن ذلك إنما يحدث بقضاء الله تعالى وتقدير منه سبحانه ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن من الأسباب التي تدفع بها العدوى وانتشار المرض بإذن الله هو الابتعاد عن أماكن وجود المرض حيث قال عليه الصلاة والسلام وفر من المجدوم كما تفر من الأسد وقال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر لا يورد ممرض على مصح متفق عليه فمن أهم الأسباب التي ينبغي على العباد الالتزام بها في ظل هذه الأزمة أزمة وباء كورونا أنهم يكونوا بعد توكلهم على الله تعالى وتوبتهم من ذنوبهم وخطاياهم وتضرعهم إلى الله تعالى ولجوءهم إليه بأن يكشف هذا الأمر أن يلتزموا بالإجراءات الاحترازية التي تتخذ من الجهات المختصة حسب معرفة أهل الإختصاص ومن ذلك المكثف في المنازل والابتعاد عن أماكن التزاحم والاجتماعات والتقيد بذلك لما فيه من الأخذ بالأسباب الشرعية والامتثال والطاعة لولاة العمر والوقاية من تفشي هذا الوباء مع اعتقادي أنه لا تحصل السلامة إلا بإرادة الله وتوفيقه وحمايته وحفظه فيكون اللجوء إلى الله والتضرع إليه وإظهار الحاجة إليه والوقوف عند حدوده في كل الأحوال هو الأساس ويعمل بالأسباب تبعا لذلك وقد حث ديننا الإسلام على الفعل وهو الطريق إلى حسن الظن بالله وقد قال عليه الصلاة والسلام لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفعل الصالح وهو الكلمة الحسنة وهو البخاري فالإنسان يتفاءل خيرا ويظن خيرا ويحسن قبل أمور والله تبارك وتعالى هو الذي بيده التدبير فالتوحيد سبب في الفوز والنصر والسلامة والعافية والتوفيق والحفظ في كل الأحوال والظروف سواء كانت سلامة من أمراض أو سلامة من أعداء أو سلامة من مشكلات خاصة أو مشكلات عامة وإذا تعملنا الحوادث الكبرى في تاريخنا الإسلامي كحادثة بدر وغيرها وحادثة تبوك وجدنا أن اللجوء إلى الله تعالى مع الأخذ بالأسباب كان هو الذي حقق هذه النتائج ففي غزوة بدر وتبوك وغيرها من الأحداث التي أعلى الله تعالى فيها شأن عباده الموحدين تظهر ثمرة التوحيد والإخلاص لله تعالى في العبادة وقد قال جل وعلا هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ويقول جل وعلا فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلوم والله معكم ولن يتركم أعمالكم فالتوحيد سبب في النجاة في مواطن الفتن والابتلاءات والأمراض ومن ذلك ما حدث لنبي الله يوسف عليه السلام وما حصل له من المضايقات التي آذته فصرف الله تعالى عنه السوء والفحشاء لأنه من عباد الله المخلصين المخلصين لعبادته لربه جل وعلا فالله أخلصه فالله أخلصه وجعله مخلصا واختاره واختصه وأسدى عليه من النعم وصرف عنه المكاره بسبب ما كان ما كان هو عليه من توحيد وإخلاص لله جل وعلا وقد قال تعالى كذلك لنصف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين كما أن التوحيد سبب في الاستخلاف والتمكين في العرض وهذا ينظر إليه الإنسان على مر التاريخ في العزمنة القديمة والقريبة ويرى صوره متعددة وهذا مصدق بقوله جل وعلا وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنى يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون فالتمكين لا بد له من عقيدة صحيحة صافية وقد قال تعالى وقد كتبنا في الزبور من بعد ذكر أن الأرض يريثها عبادية الصالحون نسأل الله جل وعلا أن يكشف هذا البلاء وهذه الغمة عن هذه الأمة وأن يحل الصحة والعافية والسلامة والطمأنينة والرخاء على بلادنا وعلى بلاد المسلمين في كل مكان إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم ومبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين